علشان كده كان مهم قوي بعد ما ما فيش رد نهائي وبيغنوا مع نفسهم في الفراغ وكل ده ما حدش بيعلق عليه من اي طرف من اطراف الدولة فنلاقي فجأة المفوض السابق للعلاقات الدولية في الجماعة اللي هو اهم بكتير من خيرة الشاطر لان ده العقل المالي للتنظيم الدولي ولما نقول العقل المالي يعني بنتكلم عن تجارة السلاح لما بنقول العقل المالي يعني بنتكلم عن تجارة المخدرات لما بنقول العقل المالي يعني بنك البركة الموجود في جزر البهامة يعني لما بنقول العقل المالي بنتكلم عن جزر العزراء يعني عن كل ما هو يتم فيه التعامل المالي والربوي خارج اطار القانون وده مهم جدا جدا علشان كده هتحسوا بنوع من العنجهية الكذابة لانه اقرب لرجالات المافيا وحتشوفوا ازاي يوسف نادى بقى بيصغلنا المسألة ودي تقريبا بعد ما تفتح المزاد كان اعلى عطى لكن انا اعرضه على الملأ الان اخوانه غير اخوان يعني اذا كان مصلحة البلد في ان دكتور مرسي ربنا فك اسره يتنازل ممكن يبنى على تنازل شيء يتنازل يا بعد الاعتذار وبعد الاول نطلع برة وبعد ندخل جوه دلوقتي لو كان مصلحة البلد مش مصلحة الجماعة الارهابية لان ده رجل المافيا ده المافيا بتاعتهم فيبقى الحكاية هنا في المزاد يتنازل يعني كلتوا نسكوا بالشرعية الوهمية الكذابة ودلوقتي بتقسموا الادوار برة وجوه اين بيحصل ده طيب علشان نكملهم ونرد عليهم بكلمة واحدة